اكد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة انجاح المساعد الدبلوماسية المبذولة من اجل احياء عملية السلام في المنطقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات رباعية الدولية ومبادرات السلام العربية جاء ذلك خلال لقاء جلالته مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري في العاصمة عمان وحذر جلالته من تداعيات استمرار الجمود في عملية السلام على المنطقة برمتها مشيرا الى ضرورة ان توقف اسرائيل اجراءاتها الاحادية خاصة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والاعتداءات المتواصلة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وطلع جلالته من الوزير الامريكي على اخر التطورات المتعلقة بملف عملية السلام وسبل اعادة الطرفين للجلوس على طاولة المفاوضات وفيما يتعلق بالازمة السورية اكد جلالة الملك على موقف الاردن الثابت والقاضي بضرورة الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري ويوقف نزيف الدماء ويحافظ على وحدة سوريا مشيرا الى ان الاردن يدعم كل الجهود الدبلوماسية والدولية من اجل انجاح مؤتمر جينيفي الثاني للخروج من الازمة التي باتت تشكل تهديدا للامن في المنطقة خاصة في ظل استمرار تضفق اللاجئين السوريين الى المملكة شكرا